بعد انتظار لم يدم طويلاً انتهى مخاض العملية الانتخابية في إيران بجولتيه الأولى والثانية بفوز الإصلاحي مسعود بازاشكيان بالسباق الرئاسي لتدخل إيران مرحلة جديدة بعد فترات رئاسية عدة كانت فيها مقاليد الأمور تدار من قبل رؤساء ينتمون للتيار الأصلي المتشدد وبمراجعة دقيقة لمواقف وتصريحات بازاشكيان على مدى مسيرته المهنية والسياسية وأثناء حملته الانتخابية والمناظرات التي جمعته بمنافسيه فإن من اليسير على المتابع أن يدرك بأن الرئيس الجديد يحمل معه نفساً قد يكون مختلفاً عن أسلافه ومن بين المؤشرات التي ظهرت جلياً للعيان أن بازاشكيان على الرغم من ولائه للمؤسسة الدينية الحاكمة لكنه داع في عدة مناسبات إلى تخفيف حدة العلاقات المتوترة مع الغرب وإلى إخراج إيران من عزلتها من خلال الدخول بعلاقات بناءة مع الولايات المتحدة والدول الغربية أما أول تصريحاً أطلقه الرئيس الجديد فقد أكد فيه على أنه يمد يد الصداقة للجميع هذه المواقف بمجملها ستنعكس وفق التوقعات على المحيط الأقليمي بشكل عام لكن التأثير الأكبر سيكون على العراق بحكم العديد من العوامل وفي مقدمتها الحدود التي تمتد لأكثر من 1400 كم بين البلدين وما تمثله طهران من ثقل وتأثير على مختلف الأطراف السياسية العراقية بحكم العلاقات المتينة معها فضلاً عن التحديات الأمنية ومطالب إيران المتعلقة بوجود أحزاب المعارضة على الأراضي العراقية وملف تزويد العراق بالطاقة الكهربائية والغاز المشغل لمحطة الكهرباء وما يترتب على ذلك من مستحقات مالية تخضع للعقوبات الأمريكية لكنها تستثنى وفق إعفاءات تقررها واشنطن كل هذه الملفات تفرض على الجانب العراقي التعامل مع المتغير الجديد المتمثل بفوز الإصلاح بازشكيان بإيجابية واستغلال نقاط التقارب لدفع مصار العلاقات بما يخدم أمن واستقرار المنطقة وبما يؤسس لمرحلة جديدة مبنية على أسس التكافؤ وتعاون ثنائي وتغليب مصالح البلدين ترجمة نانسي قنقر